اسلام الله عليكم يا أحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوتي اليوم معنا واحد الوصفة رائعة البنت اللي عندها تعسير أو البنت اللي عندها عراقيل أو البنت اللي عندها مشاكل للنحس تنهض روع للنحس اللي ركبك متزوجتي مخدمتي تيقدر النحس يصيبك من العين أو يصيبك من الحسد أو يصيبك من السحر أو الناس اللي تتكلموا عن نفسهم بزيب وتتصابوا بالعين لأنك انت اللي عاوتي على راسك وانت اللي يعطيش الناس أسرارك ولو أنهم يمتابعينك بخطوة بخطوة إذن اليوم معنا واحد طاقة اللي من البيت ديالك تقدري تحييدي بها النحس تقدري تسيقي بها تقدري تحييدي بها أي حاجة إذن الناس اللي عندهم نحوسات أو عندهم توابع أو عندهم طاقة سلبية إما في الجسد ديالهم وإما في العتبة وإما عندهم دائما طاقة سلبية في البيت إذن نحاول نعطيكم موحدة الوصفات اللي غير من البيت ديالكم وغادي يجيب معكم نتيجة إن شاء الله بحول الله وقوتي حاولوا غير أنكم تخلونا لايك ودعموا هذه القناة إن شاء الله تعطيكم موصفات اللي غادي تصلح لكم وتصلح لوليداتكم وتصلح لأي شخص عطيتيه هذه الوصفة غادي تنفعه بإذن الله الواحد القهار إذن البنت اللي عندها تعسير أو عراقيل أو البنت اللي عندها مشاكل عندها دائما مشاكل ديال النحس أي خطوة وقتاتها ما تتصدق معها التحاجة بغاية تسافر ما تصلح لها التحاجة دائما عندها عراقيل وعندها مشاكل في الأمور غير أنك يديري هات الوصفة وحاولي أنك يديري الطاقة اللي غادي نعطيك البنت اللي عندها نحس وما تنجح مع التحاجة أو بغاية تسافر مجوج مرات في الأسبوع على نية أنك بغيت تترضي النحس كيفاش غادي انترد النحس؟ غادي ندير كأس ديال القهوة متبوخة القهوة متبوخة اللي غادي تحيد لك النحس وتحيد لك الطاقة السلبية وتعطيك طاقة إن شاء الله ديال أنك تحيدي هاتك النحس اللي مطاردك في كل الأمور إذن غادي ناخد واحد الكأس ديال البن القهوة متبوخة وغادي نوضع فيها ثلاث معالق ديال الملحة ثلاث معالق ديال الملحة بحلقة ثلاث معالق كبار أو صغار وغادي نحرك غادي نحرك على نية أنني بغيت نترد النحس كيفاش غادي نحيي بهالطاقة ديال النحس؟ بعد ما خديت كأس ممتلئ ديال القهوة متبوخة البن تكون جديدة فهذا كان النهار تبغتيها وهذا كان النهار خديتي كأس منها وضعتي فيها ثلاث معالق ديال خديتي ثلاثة معالق ديال الملحة وغادي تقرأي إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى خمستاشر مرة البسملة الشريفة خمستاشر مرة إنا فتحنا لك فتحة مبينا خمستاشر مرة وتصلي على سيد الخلق خمستاشر مرة وغادي تدري هذا تصبيح ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة سبعين مرة ليس لها من دون الله كاشفة سبعين مرة غادي هاد البن وهذه الملحة غادي إن شاء الله نخليها حدى الرأس ديالي بشي من ديال او ببالي من يوم حتى الصباح صباح قد ناخد واحد صل دي الماء دافي أو الماء البارد الناس اللي تغسلوا بالماء البارد رائع الناس اللي عندهم توابع أو الناس اللي عندهم نحوسات الماء البارد مع الملح وخل التفاح رائع الناس اللي عندهم توابع دي العوارد يحاولوا ياخدوا خل التفاح مع الملحة وغادي خل التفاح بحال هذا خل التفاح وغادي نضيف ليه الملح ونوضعه في الصل دي الماء الناس اللي عندهم توابع اما انتياه غادي تديري تلات معالق مع اه مع الملح تلات معالق دي الملح مع البن متبوخ غادي تبيتي ليلة كاملة بعد ما قريسي علي القراءة اللي يعطيتكم اذا الناس اللي عندهم طاقة سلبية يقرؤوا هاد القراءة اللي اعطتكم ان فتحنا لك فتح مبينة ان فتحنا لك فتح مبينة ان فتحنا لك فتح مبينة خمستاشر مرة وتصلي على سيد الخلق خمستاشر مرة وغادي تقرأي سبعين مرة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة وانتهي تدفتي على هديك القهوة بعد ما قريسي عليها هتحاوليت ت 내일 حطيها احدا رأس ديالك وتغطيها بمنديل او تغير اليمنيوم او بابي عادي غادي تخليها حتى الصباح وغادي تغتسلي اما مع الصبح واما مع الظهر واما مع العصر هذو ثلاث اوقات اللي تصلي فيهم حتى الناس اللي ما عندهمش وقت يحاولوا يديروها في الوقت اللي هما جالسين فيه في البيت اي وقت بغيتي اي يوم اي يوم بغيتي من اتنين حتى الحد من الاتنين حتى الاحد هتحاولي انك تديرها فصل الاسبوع ولكن هالوقت اللي غدري اما في الصبح اما في الظهر واما مع العصر اخر وقت هو العصر اتدخلي واحد الوعاء الى الغرفة ديالك وتحاولي تدخلي الماء اما بارد واما ماء فاتر يكون غادي البرودة ماشي سخون بالذب ونوضع فيه هاد الكأس ولكن الوعاء اتوقفي فيه اتوقفي فهذاك الوعاء لانك الماء والبن والملحة تخوي على الجسد ديالك وتبقي خمس دقائق وتشلي عادي تشلي فهذاك الوعاء وهذاك الماء تجمعيه ضروري تخرجيه الى مكان عاشب او تراب يكون نظيف او بحر لوحي النحس ديالك بعيد على المنزل بعيد على المنزل لانك حتى المنديل ورقي اللي غدت مسحي به الأرض المنديل ورقي اللي غدت مسحي به تحاولي انك تلوحيه لانك النحس اللي غادي تحيديه خاصة يروح الى اي مكان بعيد عنك ولكن المقري على البن وعلى الملحة اللي اغتسلت به اتلوحيه في مكان عاشب لانه مقري عليه القرآن الكريم اما الناس اللي بغين يطهروا المراحض وعندك مراحض في مطاقس البياء غدت اخذ البن والملحة بدون قراءة وغادي تغتسلي هدك الدوش او المراحض اللي عندك تحاولي انك تغسلي بالبن والملحة اي مكان بغيتي حتى المطبخ حتى ماب العتبة حتى البيت ديري الماء فاتر وتحاولي انك يتمسحي كل شيء البيت بالماء والملح والبن متبوخ لانك غادي تحايد واحد طاقة دي النحس من البيت لانه دي مجربة الناس اللي بغين يحايدوا النحس من البيت يحاولوا يديروا الملح والبن مع الماء فاتر وتحاولي تمسحي باب العتبة تمسحي حتى الناس اللي عندهم الاقدام تيدروهم وعندهم السحر المرشوش او عندهم الخطوات ديالهم دائما فيهم نحس تحاولي انك تاخذي واحد وعاء وتوضعي في الملح ثلاث معالق مع كأس دي البن مسبوخ مع الماء الفاتر وتوضعي الاقدام ديالك بدون قراءة بدون قراءة وحطي الاقدام ديالك انك غادي تحسي ان شاء الله براحة رائعة باذن الله اذا احبابي الوصفة الى بغيتها رائعة ديروها بالنية وحاولوا انكم الناس اللي عندهم مشاكل في البيت دائما يمسحوا بالبن والملحة على نية تطهير البيت من التوابع ومن كل شيء حتى الابناء اللي عندهم طاقة أسلبية ما تيبغوش يقرأوا ما تيبغوش انهم يسمعوا الكلام تعطيهم البن متبوخ مع الملح بدون قراءة ويدخلوا الدوش ويغتسلوا به اما البنت اللي عندها تعسير وعندها بغت خدم وبغت تزوج وبغت تسافر تحاول تقرع عليه ومبعد تلوحوه بعد ما تغسل به تلوحوه في مكان عاشب اذا الوصفة ديلي بينا غير ديرها بالنية وغادي تحسوا ان شاء الله بالراحة والسكينة والأفراح تدخل البلود ديالكم وإلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته